سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار نقدم لكم مجموعة من الأخبار الرياضية أولها أبو ريدا يقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر ويتقدم باستقالته أعلن هاني أبو ريدا استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لقرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم وذلك عجب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الستاشر لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر وخسر منتخب مصر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف مساء اليوم السبت في إطار مباريات الدور الستاشر من كأس أمم أفريقيا 2019 المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي تقام على أرضه وسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة الستة وتمانين وبهذه النتيجة فإن منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل إلى دور التمانية من البطولة الأفريقية لملاقات منتخب نيجيريا الذي تفوق على الكاميرون مساء السبت وقال أبو ريدا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن هذا قرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأجمل وقال وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد إنه مقال بالكامل بعد أن خيب أمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنه رغم تلبيت كافة مطالبه وأوضح إنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسع جميعا لتحقيقه من أجل سمع البلادنا خبرنا الثاني شوبير يتقدم باستقلاته من اتحاد الكرة بعد الخروج المدوي للمنتخب أعلن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقلاته من منصبه عجب الخروج المدوي لمنتخب مصر في الدوري الستاشر لكأس أمم أفريكية بخسارة مهينة على أرض إستاذ القاهرة من المنتخب الجنوب أفريكي ونشر شوبير نص استقلاته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي مقدما للاعتذار لجماهير الكرة المصرية من جانبه كان أربعة من أعضاء اتحاد الكرة المصري أعلنوا استقلاتهم من منصبهم بعد دقائق قليلة من استقالة هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد عجب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريكيا الرباعي حازم إمام وسيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف أعلنوا عن استقلاتهم بشكل رسمي إلى جانب أبو ريدا وذلك وفقا لما ورد عبر المواقع الرسمي لاتحاد الكرة بينما تراجع السلاسي كارم كردي وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني عن الاستقالة وذلك عن طريق حزف البيانات الخاصة بهم من صفحة الاتحاد الرسمي بمواقع فيسبوك بعد نشرها بدقائق أما عن تعليق أجيري على خروج منتخب مصر أمام جنوب أفريكيا فهو كالآتي قال غفير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن المباراة مع جنوب أفريكيا كانت مفتوحة وفي صالح الفريقين والاختلاف الوحيد إنهم سجلوا الهدف وأضاف أجيري خلال المؤتمر الصحفي عجب مباراة مصر وجنوب أفريكيا وصلنا وكانت هناك محاولات للوصول للمرمى وخط دفاعه قوي وهذا ما كان عائقا للوصول لمرمى المنافس وأكد أجيري إنه حتى هذه اللحظة فخور باللعبين وراضي عن آدائهم وكنا جيدين حتى مباراة اليوم ولكنه هو المسؤول عن الخروج من البطولة وردا على سؤال حول استمراره مع المنتخب بعد الخروج من البطولة قال حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار وده حدست مع اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة وغدا سنتحدث مع الاتحاد لمعرفة الخطوة التالية وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية